وبرغم هذا يعني انا اكتر من حد من الجمهور لما يعمل شاتنج معاي وقد يشتكي والناس معذورة في حاجة بس الضغط اللي اتحط على الفريق مرة واحدة بعد المباراة السيئة جدا وخلينا نقول السيئة جدا لانه غير مقبولة خلى الناس تتخيل انه كل واحد بيحب الاهلي فاهم انه فورا لازم يتم الاستغناء عن اللعبة دي ولازم ان تيجي صفقات ومحدش قادر يقبل جملة انه ما فيش صفقات وكأنه ده الحل السحري اللي حديث انت قلت كلمة لا فيه صفقات محدش قادر يقبل انه يتقال ما فيش صفقات طب فيه صفقات بس امت الصفقات عشان بس واحنا بنتكلم في قبل الحلقة المهند سعادلي قال انا شايف انه لقل مسؤولية الجميع مسؤولية الجميع في ايه هو انا لما يكون عندي جدول هلعب فيه عشر ماتشات تقريبا من هنا اليناير او اكتر فيهم تحديات تحدد مصير الفريق في بطولة الدوري اللي هو بيحمل لقابها التاريخي وفي نفس الوقت عنده ارتباط عربي ملح بعد ساعات مين اللي حيلعب المتشات دي مين اللي حيمثل الاهل وهيلعب بفانيلة الاهل في المتشات الصعبة جدا المضغوطة دي هم اللاعبة اللي انتو الناس بتدفعكم للمطالبة بتسرحهم واللي الناس بتقبل توجيه شتايم وسباب وتجريح وإساءات وتقليل شأن وإفقاد فرصة وهز أرض وكل حاجة سلبية للعيبة اللي احنا بنطلبهم من دلوقتي ان احنا نتخطى الوصلة الاماراتي بإذن الله تعالى وندخل مرحلة المنعطفات الصعبة والمضغوطة في الدوري مش هما دول في صفقات وكتاب الله في صفقات بس وكتاب الله تياني ما هينفع يتسجله إلا في يناير لو حد عنده طريقة انه نقدر نسجل للعيبة الجديدة يلعبوا في الاهل قبل يناير يقول لي ازاي طب بالمنطق وبالمسئولية وبالهدوء طب استنى بقى لا استنان انت لو بعد نزل حضرتك لا 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 قول انت دلوقتي لا 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 بعد ذلك لا 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 تتكلم لا لا تتكلم لا تتكلم بتفضل لا لا حسكت انت دلوقتي الناس هتقوم بدورها وحددعم الفريق بالصفق واكد انت حيلعبوا حيلعبوا ابتداء من يناير يعني احنا دلوقتي بنلقي بالمسئولية وننتظر اللعيبة اللي احنا بنجرح فيها وبنسيه إليها ونفقدها الفرصة ونطالب بتسرحها بنطالبهم ان هم يلعبوا كويس ويكسبوا ويحافظوا على الفرصة حد يقول لي في منطق انساني يخليني وانا بهز الارض بعنف تحت واحد اطلبوا بالاجادة والفوز هل دا يعقل هل هو آلة ولا مسؤولية الجميع تحتم علينا كلنا ان كل واحد محطوط هيمثل النادي الاهلي وهيلعب بفنلة النادي الاهلي له كل الدعم والمسندة والاحترام والتأدير الى ان يتم تقييم الموقف من صاحب القرار وصاحب القرار هنا هو الجهاز الفني مع مسؤولي النادي مش حد تاني لا الاعلام الاعلام انتوا عارفين كل قليلة منه الاهلوية والاغلبية اديكوا شايفين قادرين يصدروا في المشهد كل التوتر وكل الاساء وكل العنف وكل محاولات هدم المعبة ثابت الساحة مدة طويلة ليهم بالعكس كانوا جوانا